السلام عليكم إخواني أخواتي الأفاضيل أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في هذا الفلوغ هذا هذا الفلوغ هذا عملت أنا وواحد الصديق ديالي هنا في مدينة طنجة بالضبط في الجهة ديال مرشان قريبا من باب البحار ومن المقهى ديال الحافة واحد المقهى اللي قديم هنا يعرفوه بزاف ديال الناس كذلك اللي مسكنيش هنا يعرفوه يسمعو بيه ويجيو ليلو واحد المقهى مطلع على البحر كتشوف من خلاله بحر ديال المرقالة كتشوف من خلاله عود كذلك الميناء وكتشوف إلي كان الجو صافي كيبلك حتى الطريفة ديال السبانية والجهة ديال السبانية كتبن وكذلك كانتما في الجهة هذه كانتما في الملعب ديال تيال تنجة قديما ولكن ما بقاش دابا زولوا عملوا الملعب ديال القرب لكي لعبو فيهم الشباب هنا يا هادي هنا واحد البلاسة هنا كذلك فيه هالما قتسمها هذا اللوء صلى الله مقابر ديال الرومانوس كي يقولوا بأن الرومانوس كانو في واحد الوقت هنا في مبينة تنجة وكانوا عنهم واحد المقابر هنا يجدفن وولون الناس ديالهم هنا في الصخر كي يحفروا في الصخر لابتا حتى في التوراب كي يحفروا في الصخر ماشي كاي 거� odst lic job رغم أن الصخر هناك يعني متين وقوي ذلك احفر فيه كي كانوا عندهم توبي ديالهم ديال موتى هنا يقولوا بأنه كان عندهم الذهاب كيدفنوا معهم الذهاب والمجوهرات في واحد الوقت ذيك الوقت هادك يمشوا ويرجعوا موراهم وهزوا ذيك التوابيت جبدوا ذيك التوابيت ذيك الصناديق ذي الموتة ديالهم اللي كانوا فيهم ذيك الذهاب والمجوهرات والدوهم ومقاوغي الأماكين ديالهم فارغة عبارة عن 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 مقبرة يعني في حالقبر كيد ما غادي تشاهدوا معايا هنال منادر منادر رائعة هنا وكذلك يبلين الميناء من هنا ومكي كل جوسائها هما كي ما كتشوفوا معايا وما هادو مقابر كي ما كنشاهدو هذيك التاريق ديال المرقالة البحر ديال المرقالة هذيك تماعنا التاريق البحر ديال المرقالة طاريق طاريق جميل جدا و هذيك التاريق هذيك التبنات ما كانت شي قديما ولكن التبنات في واحد الوقت كذلك نشاهدو الميناء من هنا كقدر نشاهدو اسبانيا وطاريفا الى كان الجو صافي لكن ديال يوم الدبابا ما كيفانشي هذي البيوت هذيك هنا في القصبة بيوت قديمة هذي ديال الاجانب كانوا في واحد الوقت تبنوا وبقوا هنا البناء ديالهم قديم جدا كذلك الشكل ديالهم كي يحيب أنهم بناء قديم تقليدي ديال الاجانب هذي الميناء كما كتشاهدو ميناء ديال طانجا ماشي الميناء ديال القصر الصغير ديال الميناء الكابير لا للميناء القديم ديال طانجا هنا يا جينا احدى الكورتوبي ديال ايطاليان وهذه هي القنصولية ديال ايطاليا كانت في واحد الوقت دبا ما بقات شي شدد هنا يا جينا للقصبة كما كتشاهدو مآتر قديمة المآتر العمرانية القديمة هنا كثير من الاجانب كي يجيون هذي البلايس هذو لان في هذي المآتر عمرانية القديمة جدا كي يجيون السياح كثير جميع الجنسيات كي يجيون هنا وكذلك السياح المغاربة ديال نحنا يا كي يجيون مدن اخرى كي يجيون هنا للمدينة الطانجا وكي يجيون هذي الاماكن هذي ومرحبا كذلك بالجامع هنا كينا بزاف ديال بيوت قديمة كما كتشاهدو حتى الابواب ديالهم ديال شي تقليدي قديم جدا وكينا قطيلت هنا يا فات بلاصة هنا يا هنا غادي نهبطوا من هنا وغادي ندوزوا على هذي المكان هذي ثم واحد القوس كيما كي بلكم في حال الشي في حال الباب ديال شي كهف ولكن فيها واحد مقطع صغير شي بزاف واحد مسافة صغيرة كندخله من ثم وكننخرجوا لنخرجوا لباب ديال البحر حي البلاصة كي يقولوا لها الباب ديال البحر كتدخله كتطلع للميناء وكذلك على طريق المرقعة كما شوفنا في مرشان احنا الابواب التقليدية القديمة بناء ديال الاجانب طبعا احنا ما بقينا شي كنا نعملوا هذي الابواب هذي احنا ما بقينا شي كنا نعملوا هذي الابواب هذي ؟ احنا كذلك كنا واحد المتحف متحف سبق لدخلته وكانت تخطيه في المودة في هذه النحية هناك مقاهي ومزر هذه الأشياء هناك طريق لتسيطة بما يسمى السقط وراء أو السقط الداخل وكانت تسمى البازارات والأماكن القادمة والبيوت القادمة هذه هي باب البحر هناك ندخل في هذا القوس تسمى باب البحر هناك إطلالة جميلة تخرج إلى الميناء مباشرة قبل ما كان لدينا تقدر تفضل من هنا مباشرة للميناء ولكن اليوم وما يقوم بعملوا ما يقولون يقوم بعملوا في مكان مخصص تقدر تفضل من هنا إلى الميناء نقولوا هنا تدروج مباشرة للميناء للمرقالة قبل ما كان شيء ولكن دا بعملوه بنواه هذا شيء يعني شيء جميل هناك تنتهي الرحلة دينا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تدعمونا وتضغطوا على زر لايك وتشاركوا في القناة وإذا عجبكم هذا المحتوى هذا كتبوا لي في التعليق وشكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم